من الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبري من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكري تضيء معالم غراء ملء السمع والبصار معالم ترسم الدرمى وتؤثر العقل والقلب بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج معالم في مواصلة حديثنا عن قضية الإلحاد مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم حياكم الله يا شيخنا الجليل وإياكم أكرم الله كنا قد تحدثنا في حلقة الماضية عن البراهين التي تثبت وجود الله عز وجل وبدأنا ببرهان الفطرة وتفضلتم بشرحه وبيان أنه يدل على ما تقتضيه النفس من الافتقار إلى وجود خالق وأنه يشمل أيضا المبادئ العقلية الأولية ويشمل كذلك الغرائز التي أودعها الله سبحانه وتعالى ثم انتقلنا للحديث عن برهان الحدوث أو وجود الخلق أو برهان الخلق أو برهان الاختراع الأختلاف تسميات المناطقة له والذي يقوم على فكرة بسيطة وهي أن هذا العالم حادث وكل حادث لا بد لهم المحدث وهذا المحدث الذي ليس بحادث هو الله سبحانه وتعالى إن شئتم أعدتم بيان هذا البرهان باختصار ثم أورد عليه بعض القضايا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولينا والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى عم الدين الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن التغير دليل على الحدوث فالتغير هو حدوث الحدث نفسه وهذا الحدث كوني أنا الآن أتكلم وحرك الشفة ويخرج بصوت مختلف عن الصوت الذي قبله هذا دليل على إحداث لأن هذا الصوت حادث لم يكن في الدقائق السابقة وكان الآن فلابد لكل حادث من محدث لأنه لا يمكن أن يكون هذا الحادث حدث من نفسه أو أحدث نفسه هذا مستحيل لا يقبله عقل فالعقل يجب أن يكون لكل حدث محدث ونحن هنا إذا قلنا العالم حادث فلنبدأ أولا بتفصيلاته وجزئياته الذي يناقش هنا نفسه هل يقر بالحدوث أنه مضى زمنه وغير موجود أنه لم يكن قبل ذلك نعم هو يقول أنه ولدت سنة كذا اليوم البلاني من شهر البلاني من سنة البلاني هذا قد حدث هذا قد حدث إذا نقر بالحدوث جيد هذا الحدوث لا بد له محدث من المستحيل أن يكون أي حدث ليس له محدث فإذا قال هذا الحدث ولادتي أحدثتها أمي طيب وأمك من أحدثها أمها وتلك أمها لا بد أن ينتهي التسلسل نعم فإذا انتهت التسلسل هنا يأتي المحدث الذي أحدث هذا العالم كله من أحدث الأول نعم من أحدث الأول وكذلك إذا قال إنه مثلا غير محدث معناه أنه ادعى بقاء أنه قد يقال له طيب أنت باقي أيضا فيما يأتي لا تعتريك أي حال من الأحوال لا تنام ولا تنعس ولا تتألم ولا تمرض ولا تلتذ ولا تضحك ولا تبكي ولا تحزن ولا تفرح لا يمكن فكل ما تعتريه هذه الأعراض هذا دليل على حدوثه لأن الأعراض نفسها حادثة ولا يمكن أن تباشر وتمازج إلا ما هو حادث مثلها وإذا أشكل أحدهم على أنه أنا حادث لكن الكون كله ما عندي برهان على أنه حادث لأنني وجدته وهو موجود الكون ما هو إلا جزئيات فالكون وجوده هو وجود ذهني ولا وجود له في الخارج إلا في أجزائه في أفراده هذه الأفراد أنت واحد منها ولا فرق بينك وبين آدم وبينك وبين أي مخلوق من المخلوقات في الحدوث وإذا قلنا أصلا أن حدوث بعض أجزائه كاف أصلا حتى لو لم كاف لإثبات البرهان نعم الفراب له عبارة سأقرأها ولا على فضيلتكم تجدونها بيانا قال إن الموجودات على الضربين ممكن الوجود وواجب الوجود وممكن الوجود وممكن الوجود إذا فرض أنه غير موجود لم يلزم عنه محال وليس يغني بوجوده عن علته أما واجب الوجود فمتى فرض أنه غير موجود لزم عنه محال ولا علة لوجوده ولا يجوز كون وجوده بغيره والأشياء الممكنة لا يجوز أن تمر بلا نهاية في كونها علة ومعلولا ولا يجوز كونها على سبيل الدور بل لا بد من انتهائها إلى شيء واجب هو الموجد الأول الذي هو السبب الأول لوجود الأشياء وهو الله نعم هو هنا يشير إلى أن الانقسام الموجودات إلى القسمين المذكرين وهما ممكن الوجود وهو الحادث الذي لم يكن موجودا ثم وجد ممكن الوجود يعني الذي الذي لم يكن أن يوجد وكان يمكن أن لا يوجد مضع زمن لم يكن فيه موجودا أو تصور ذلك الزمن لم يكن موجودا ثم وجد وواجب الوجود معناه الذي لا يمكن أن يقر العقل بوقت ليس هو موجودا فيه هذا واجب الوجود فواجب الوجود هو المحدث لهذا الكون وكونه واجب الوجود يقتضي ذلك أن لا يخلو منه أي وقت متصور ولا معدوم ولا وهم معناه ما قبل وجودنا وما بعد وجودنا هو موجود وهو الله وهو الله جل جلاله وممكن الوجود معناه أنه إذا وجد أيضا ممكن العدم لأنه بالإمكاني أن يوجد وإمكاني أن لا يوجد كذلك بالإمكاني أن يعدم بإمكاني أن لا يعدم فيه الاحتمال فهو إذن محتمل فالذلك كان ممكن فممكن الوجود عدمه ليس فيه مشكلة لأن وجوده أصلا ممكن ومحتمل لكن واجب الوجود عدم وجوده مشكلة لأنه يقتضي عدم وجود أي شيء من الموجودات وذكر التسلسلة الذي أشرنا إليه في السابق وهو إذا قال أنا أحدثني أبي وأبي أحدثه وأبوه وأبوه أحدثه وأبوه إلى لا بد أن يصل إلى نهاية إلى منتهى إلى منتهى لأن العدد يقسم إلى قسمين إلى شفع ووتر وهذه السلسلة إما أن تكون شفعا وإما أن تكون ووترا الأوتار متناهية والأشفع متناهية فلا بد أن يكون العدد منتهيا إلى شيء قال العدد مليار العدد تريليون تريليون أي كان متناهي أذكر فإذا تناهي العدد وجب حينئذ أن يكون هذا محدثا وحينئذ لا بد لهم محدث طيب سأذكر موقف لأبي حنيفة يبسط المسألة في مثال عملي بعيدا عن هذه الاصطلاحات المنطقية أبو حنيفة يقال أنه جاءه ملاحدة يقول له أثبت لنا وجود الله فقال دعوني أفكر فإني مشغول الفكر في أمر آخر قال وما هو قال إني فكرت في سفينة أرست في ميناء دجلة وعليها حمل فنزل الحمل بدون الحمال وانصرفت السفينة بدون قائد قالوا كيف تقول ذلك فإن ذلك لا يعقل ولا يمكن أن نصدقه فقال إذا كنتم لا تصدقون بهذا فكيف تصدقون بهذه الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض كيف يمكن أن تصدقوا أنه وجدت بدون موجد نعم هو نفس الدليل تماما وموضح جدا نعم بعض المتأخرين في سياق جذال له مع بعض الملحدين في هذا الوقت هو نحن الآن نتكلم عن كثير من الناس يظن أننا نتكلم في الوجوديات أو في الأعيان نحن نتكلم في الأعيان والأعراض معا فيقال له هذه الفكرة كانت لديك من البداية أو حدثت لديك فكرة الإلحاد فكرة الإلحاد سيقوله حدثت طيب من أحدثنا؟ متى حدثت سيفكر في الزمن الذي حدثت فيه فهي محدثة لا بد فمن أحدثها؟ عقله يقوله لا لا سيصله إلى الدورة أو التسلسل المحال زي فلذلك إذا تحدثنا عن العالم هنا فلا نتحدث عن الأعيان فقط كما يتوهمه بعض الناس بل نتحدث عن الأعيان وأعراضها العراض الأفكار والصفات العراض الأفكار والصفات كالجوع والشبع والألوان والحركات كل ما يطرأ ويزوله مما لا يسد مسد من الفراغ ما لا يسد شيئا من الفراغ فهو عرض جيد طيب أنا سأذكر أيضا هنا افتراضا جدليا وقع بين أحد المؤمنين وأحد الملحدين وهو سيوضح لنا الأمر أيضا بشكل أجلى في هذا النقاش قال المؤمن للملحد لو أنك دخلت منزلك ووجدت طفلك الرضيع نائما في غرفة نومه وخرجت وعدت لتجده نائما على سريلك بجوار زوجتك النائمة وقد كان من قبل في سريه هو هل ستفترض أنه انتقل بذاته أم أن زوجتك هي من أحضرته ماذا لو انتقل أثناء نزولك ولم يكن هناك أحد في البيت هناك أمر حادث رأيته في الحادثة السابقة واللاحقة ولم تشاهد المحدث ومع ذلك فعقلك يرفض احتمال انتقال الطفل دون محرك خارجي أيا كان هذا ربما هو تبسيط لهذا البرهان أنه مدام الشيء قد حدث فلابد له من محدث تؤمن به في أبسط الأشياء فكيف لا تؤمن به في هي الكبير لكن هذا التصور بهذا البساطة ترد عليه إشكالات عند بعضهم الإشكال الأول الذين ينكرون أصلا قانون السببية ويقولون ارتباط السبب بالمسبب لم ينشأ إلا من ملاحظتنا في الواقع فإذا رأينا السبب والمسبب عرفنا أن هذا أثر في هذا وإذا رأينا أحدهما لم يلزم منه أن يكون الآخر مرتبطا به هذا هو السبب سطة بعينها لو كان كذلك كان جوابه أن نضربه نصفعه على وجهه فيقال هل أحسست بالصفعة فيقول نعم فنقال أن يقال ما لها سبب ما لها سبب حصلت وحدها طيب هل يقال أنه لو ألغي قانون السببية تنهار العلوم كلها طبعا كل شيء ينهار لأنه لا يمكن إذا كان قانون السببية معدوم معناه ما فيه دواء ولا فيه أكل ولا فيه شرب ولا فيه نوم ولا فيه راحة ولا فيه حتى حركة حتى الحركة ستكون ممنوعة والكلام والتفكير كل شيء يتعطل تعليقهم شغل هذا العبارة الواقع كله يشهد ببطلان هذا الكلام يعني نفيه السببية فالناس كانوا وما زالوا يبحثون عن الأسباب الأطباء يبحثون عن أسباب الأمراض الخصائيون والاجتماعيون يبحثون عن أسباب الظواهر ولو ضرب صبيون ثم قيل له لم يضربك أحد لما قبل ذلك نعم حتى أقل الناس عقلا المجنون لو ضربته لحاول الاقتصاص لنفسه وحتى الحيوان فلا يمكن أن يقبل العقل أي منظور حتى لحساس غير العقل الكلب إذا رميته فأصبته بحسن لا بد أن ينبح وهذا النباح هو عبارة عن ردة فعل بما أصابه فهو مدركا هذا وراءه شيء فسيهاجم الذي رماه يقولون حانا شيخا أن قضية ارتباط السبب بالمسبب ليس مسألة عقلية هذه مسألة بالاستقراء في الواقع وجدنا أنه دائما هذا مرتبط مع هذا وهذا مرتبط مع هذا فنشأ عندنا معنى حادث هو أن هذا السبب مرتبط بالمسبب فليس هو أصلا شيئا سابقا على وجودنا أو شيئا عقليا أوليا فلا هذا غير يعني رأينا في حياتنا أن الجوع يفضي إلى الأكل فربطنا أن الجوع سبب للأكل لكن ما لم نرى ارتباطه في الواقع لا يمكن نقول هذا سبب لهذا ما رأينا الجوع الجوع لا يمكن أن نره عرفناه هي القضية قضية أن المتسبب أو السبب ينقسم إلى أهلها تقصى إلى فاعل بالاختيار وإلى فاعل بعلة وإلى فاعل بوجوده مرتبط به وجود غيره فمثلا فاعل بالاختيار هو الله جل جلاله في اختياره لخلق هذا الكون وما فيه تفصيلا وإجمالا الفاعل لعلة كالنار تحرق وإذا حيل بينها وبين المحروق لا يحترق والماء يبل الأشياء فإذا حيل بينه وبينها لم يبلها نعم الثالث الفاعل بالوجود مثل حركة الخاتم لحركة الإصبع لا يمكن أن يتحرك الإصبع إلا هو يتحرك مع الخاتم فهذا لا يتوقف على الشروط وانتفاء الموانع فهمت فهذا الفرق بين الفاعل بالطبع والفاعل بالعلة الفاعل بالطبع له ارتباط لا يحول بينه وبين الآخر شيء فلذلك حركة الإصبع موجبة لحركة الخاتم ولهذا فلو قيلنا نصدق من ذلك إلا ما رأينا كان هذا تناقضا فلو كان كذلك لما ذهبت في الصباح إلى الدوام إلى العمل ولماذا ذهبت إلى الامتحان ولماذا ذهبت إلى الدراسة لعلمك أن غيابك يوضي إلى الرسوب مثلا لم يحصل هذا أصلا إلا وأنت على علم به طيب لو قلنا شيخا أيضا في الرد على هذا وأيضا حتى إخراج لو قيل له أنت الآن خليك جارس لا تخرج إلى الحمام وهو يريد البول مثلا قلنا لا لا تحتاج إليه لم تره من قبل حتى ترى البول وبعد ذلك تخرج إلى الحمام فيكون هذا ناقضا لكل هذا أيضا لو قلنا في الرد على هذا السفسطة في إنكار السببية أن هذا الذي الآن يقول أن السببية ليست أمرا عقليا وإنما هو الشيء نشأ بالاقتران في الواقع فهو الآن يرفض قانون السببية بسبب ما يظنه اقترانا فهو يكفر بالسببية ويستدل على كفرانه بها بالسبب فما ينفك عنها أصلا طيب إذا قال قائل أن السببية خاضعة للزمن فلا منطق للحديث عن السببية في نشأة الكون الذي كان قبل الزمن لا هو الزمن ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى زمن واقعي وزمن متوقع وزمن متوحم فالأزمان ثلاثة قبل إيجاد الشمس والقمر قبل إيجاد السماوات والأراضين كانت فيها زمنة متوحمة لكن المقصود بكونها متوحمة أن فيه ظرف هذا الظرف ليس مثل زماننا الواقعي لا نقص عليه لكن كل شيء لا بد له من ظرف ظرف يعني ظرف زماني ظرف هو الذي خلق الله في هذه المخلوقات هو ظرف الخلق ولذلك عد الله فيه أياما قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين هذا قبل الزمن قبل حركة الليل والنهار قبل حركة الليل والنهار وتعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيها طوعا أو كرها قالتها أتينا طائعين فقضاهن سبع سماواتهم في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّن السماء الدنيا بمصابح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم فهذا الزمن المتوهم الزمن الواقعي هذا الزمن الذي نحن فيه بعد وجود الليل والنهار الزمن الثالث هو زمن المتوقع وهو مثل وقت الوقوف على الساهرة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون اليوم الآخر اليوم الآخر وبحسبه مثلا الحساب بعض الناس يحاسب خمسين ألف سنة في يوم كان مقداره خمسون ألف سنة هذه المدة هي متوقعة ستأتي لكن في وقت ليس فيه تعاقب الليل والنهار وإنما لها ظرفها الخاص وإنما لها ظرفها الخاص فإذا دعوا أنه لم يكن زمن قبل خلق الكون غير صحيحة لأننا ما نقصد بالزمن الليل والنهار نقصد به الظرف جيد طيب لو قال القائل أن العلم كشف لنا عن أسباب كثير من الظواهر الطبيعية وبالتالي لم نعد بحاجة إلى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يعني إذا قسنا مقدار ما كان من العلم ومقدار ما هو اليوم ونظرنا في المستقبل فقد يأتي زمان تشبح كل الظواهر مفسرة ومعلومة أسبابها هذا الآن جهالة كبيرة العالم كم مضى منه الله أعلم مليارات السنين وكم بقي لا يمكن أن يقال أقل كثير بكثير من مضى أما مضى لأننا نؤمن بهذا ديانة أما الملحد مثلا يقول له يبقى أضعاف لا يقال له عمرك أنت كم مضى منه تتوقع أنك تعيش آلاف السنين لا هو سيموت لكن الكون عنده خالد لا لكن عنده هو هو فرد من أفراد الكون أين عم ونجعله هو تمثيل الكون بكامله طيب فهذا الكون المضى على من فيه من الفلاسفة والخبراء والمهندسين والمفكرين والأطباء لم يكتشفوا بعده هذه المجموعة الشمسية التي نحن فيها ولكن يقرون بأنها عبارة عن نقطة صغيرة في دائرة كبيرة من الموجودات الأخرى المجرات التي فيها المليارات من الكواكب فلا يتصور أن يدرك هذا كله أصلا فلا يتصور أن يدرك هذا كله المخلوقين هذا لا يدركه إلا من خلقه طيب شيخنا لو سلمنا بالسببية كما يقول الملحد وأن هناك سببا فلماذا نفترض أن هناك سببا واحدا في كل هذا الخالق لما لا تكون هناك عدة علل كل علل منها أو كل سبب خلق جزءا من الكون لأنه حينئذ إما أن يتفقوا أو يختلفوا هذه الأسباب الموجودة نعم فإذا اختلفوا فلنمهلهم حتى يتغلب بعضهم على بعض أو يعجزوا جميعا إذا عجزوا عن التغلب فهم عاجزون والإله لا يكونوا عاجزا لم يكن منهم إله لم يكن منهم إله وإذا تغلب بعضهم على بعضهم المغلوب ليس إلها لأنه مغلوب والغالب ليس إلها لأنه كان بالإمكان أن يغلب أن يغلب وأيضا فإنهم بخلقهم لهذه المخلوقات الإله لا يمكن أن يكون مستغنا عنه فإذا تعدد فمعناه أنه مستغنا عنه في بعض المغلوب لأن هذا الذي خلقه هذا الإله استغنا عن الإله الآخر أينها؟ وقال لي لا مستحيل أن يكونوا مستغنا عنه في أي فرد من الأفراد؟ في أي فرد من الأفراد؟ في أي فرد من الأفراد؟ في أي ذرة من الكون أو أقل من الذرة؟ هذا يشمله قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله يا رب العرشي عما يصمون وقال إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض هذا حديث تنافسي المغالبة إذن شيخنا قبل أن تقل البرهان الثاني ورخص لكم ما فهمتهم هذا الذي يسمى بهذا البرهان الخلق أو الوجود أو السبب هذا البرهان يقال فيه إن الكون ليس له إلا إله واحد لأن تعدد الآلهة يقتضي إما أن يخلقوا شيئا ولا يخلقوه فإن خلقوه فإذا اجتمعوا جميعا على خلقه فلا بد أن تكون يكون الذرة منه من خلق بعضهم دون بعض وحينئذ تلك الذرة مستغنية عن الباقين الذين لم يخلقوها فالمستغناء عنه ليس إلها والذي خلقها كان بالإمكان أن يستغناء عنه ولعل استغني عنه في غيرها نظير الآخر نعم استغني عنه فما يمكن الاستغناء عنه أيضا لا يمكن أن يكون إلها بحارم من الأحوال وما جاز على المثلي جاز على مماثله الذي يشوز على أي مثل يشوز على مماثله على قسيمه نعم طيب شيخنا إذن ألخص هذا البرهان كما فهمتم منكم قبل أن تقل التالي هذا البرهان خلاصته أننا أمام كون نتفق جميعا أو يتفق العقلاء على أنه حادث يعني أنه كان بعد أن لم يكن وهذا يقتضي العقل أن له محدثا وهذا المحدث لو افترضنا أنه جزء من الكون لاحتاج أيضا إلى محدث فنقع فيه التسلسل الذي لا ينتهي لا بد أن ينتهي إلى شيء نعم ولذلك لا بد أن نفترض العدد إما شفعي وإما وتري وكل واحد منهما محصور ولذلك لا بد عقلا أن يكون المحدث لهذا الكون خارجا عنه غير محتاجا إلى من يحدثه نهاية المطاف كما تفضلتم وحينئذ نقول هذا هو الله سبحانه وتعالى وما لم تسلم بهذا عقلا انتقض الكون كله وأصبح لا معنى له نعم وأصبح العقل لا يقبل الواقع الجديد طيب أنتقل إلى برهان آخر شيخنا تفضل فقط برهان التمانع هذا دليل التمانع الذي يسمى دليل التمانع لو كان فيه ما آلهته لو كان فيه ما آلهته لله لفسدتها لا يشمل أقصد لا يقتصر على الكون بحذافيره بل كل جزئية من جزئياته يقع في هذا التمانع كل شخص من الأشخاص نعم بل كل شعر منه قال هذه الشعر من خلقها نعم وهكذا في الأنفاس وفي الأعراض نعم سبحان الله أنتقل شيخنا إلى برهان يسمونه برهان النظام أو برهان العناية والاختراع أو برهان الغاية والتصميم أو برهان الإتقان القائم على عجيب صنعة الله في هذا الكون فلو بيّنتم شيئا طرفي نعم بالنسبة لهذا الكون يصير على نظام منتظم يأتي الله بالشمس من المشرق وتذهب إلى المغرب منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي وطلوعها بضاء صافية وغروبها حمراء كالورسي وليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمسي فهذا الكون المتقلب له نظام وهذا النظام لا يستطيع أحد ننكاره ولذلك هو يرى الفصول هذا فصل الشتاء وهذا فصل الصيف لا تختلف ويرى الفروق ويرى المطالع هذه مشارق ثلاثة ومشرق أقصى ومشرق أدنى مشرقين ومشرق الجهة هذا مشرق واحد ويرى المغارب ثلاثة بحسب خطوط الطول الثلاثة ويرى تثنيتها باعتبار الحدين ويرى إفرادها باعتبار الجهة فيرى هذا النظام المحكم ويرى النظام في خلقه هو أيضا ويرىه بخلقه هو في بدنه ويرى الطفل الصغير عندما ولد وعندما كان ابن سنتين وعندما كان ابن عشر سنين وعندما كان يافعا وعندما بلغ البلوغ وعندما تم شبابه وعندما بلغ أشده وعندما بدأ يشيخ ويشيب وهكذا فهو يرى هذا الكون على هذا الترتيب الدقيق جدا بل إذا فحص أي جزئية من الجزئيات أخذ أي نسيج من الملايين الأنسيج التي يتأله منها البدن ثم فرد هذا النسيج فسيجده خلايا وكل خلية فيها غشاستوبلازم وفيها الكربونات وفيها الإسام جولجي وفيها الأشياء هذه وقد تآلفت قد تآلفت وكونت هذه الخلية فيها النواة وفي داخل النواة نوية وهي قابلة للشطار ما دامت في محدث يقبل ذلك فإذا أدرك الإنسان ذلك يقول هذه من المستحيل أن لا تكون أن يكون لها إرادة لإحداثها وإنما لا بد لها من الموجد الموجد لا بد أن يكون له إرادة وقدرة لأنه استطاع أن ينتج هذا المنتج على هذا الوجه ما فيه اختلاف ولا إشكال العين اليمنى والعين اليسرى تساويهما المنخرين وتجاويفهما الشعر الأذنان اليدان الرجلان هذا التقويم العجيب في أحسن تقويم وفي أنفسكم الأمعاء التدبير الذي ذكرناه للمعاش عندما يبتلع الإنسان شيئا وهذا الجهاز الهضمي الدقيق جدا المعقد وما أعد الله فيه من الإنزيمات التي تستقبل أحماض التي تستقبل هذه وتذهب بها وتوزيع الدقيق بعضه سيكون بولا وبعضه بعضه سيكون عرقا وبعضه سيكون تغذية للبشرة وبعضه للشعر وبعضه يكون شحما وبعضه تنمية العظام وبعضه تنمية اللحم وبعضه وكل يذهب إلى مكانه بنسبة محددة طيب شيخنا هذه نسبة دقيقة جدا نأخذ الفاصل ونوصل حديثنا إن شاء الله أيها الأخوة الأخوات فاصل ونعود لكم مرحبا بكم أيها الأخوة الأخوات شيخنا نحن في برهان العناية والاختراع والغاية والتصميم أو الإتقان هو نحوه هناك سياغة منطقية لهذا البرهان أقرأها عليكم لتفيدون بمدى دقتها السياغة المنطقية لما تفضلتم به تقول هذا العالم منظم كل منظم يحتاج إلى منظم إذن هذا العالم يحتاج إلى منظم وهو الله سبحانه وتعالى هل هذه السياغة الدقيقة لتقرأت المرهان؟ هي السياغة الدقيقة لأنك إذا رأيت دقة الأمور لا تقول فقط هذا له محدث بل تقول أيضا هذا المحدث متصف بالصفات تخوله أن يأتي بها على هذا الوجه من ليس قادرا حتى لو كان على تمام الإبداع ما يستطيع أن يصنع هذا ومن هو قادر ولكن ليس لديه أرادة لا يمكن أن يبدع هذا الإبداع بالرشد في الكشف عن مناهج الأدلة يقول عن هذا الدليل دليل العناية والاختراع قال فدليل العناية عنده المقصود به موافقة ما في هذا الكون من مخلوقات للإنسان وهذه الموافقة هي ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك إذ لا يمكن أن تكون اتفاقا نعم لأن الإنسان جعله الله نكت تركون فخلق له ما في الأرض جميعا فجعل الله هذه الأرض قابلة للسكنة بهوائها ومائها وطعامها وأشجارها ونباتها وتقلب الليل والنهار فيها وجعلها وسطا من هذه الكواكب ليست قريبة للكواكب الباردة التي تجمد كل ما حولها وليست قريبة للكواكب الحارة التي تحرق كل ما حولها جعلها وسطا وجعلها تقترب إلى هذه الحارة في أتي الصيف وتقترب إلى هذه الباردة في أتي الشتاء وجعل فيها هذه المواسم لأنواع النباتات وكل موسم له ما يناسبه من الزراع وهذا كله نكتته ابن آدم سبحان الله هيأ الله له كل هذا ولقد كرمنا بني آدم وجعله في بطن أمه ثم يلحد هيأ له البطن سبحان الله الرحم سبحان الله في المشيمة جعل له الحبل السري هو بمثابة عرق البذرة عرق البذرة إذا رأيته هذا العرق كل تغذيتها من خلاله وكل إفرازاتها وإخراجاتها ونموها من خلاله وكذلك العرق الحبل السري فيه طريقا طريق إخراج وطريق إدخال فهو الذي يخرج عن الإنسان كل فضلاته وهو الذي يدخل إليه كل حاجاته هواء وغذاء هو الذي يتغذى منه قلبه هو الذي يتغذى منه نموه وعظامه مشاشه كله عن طريق هذا العرق هو ارتباطه بالعالم الخارج عن طريق أمه هذا التهيئة يمكث تسعة أشفر في هذا الرحم وهو يتقلب لم يدخل شيء من الماء في حلقه ولا في أنفه ولا في أذنيه ولا فيه ولو كان في الماء لو وطس في الماء دقيقة واحدة بعد إخراجه لهلك فكان هذا من تدبير الله له ثم أخرجه من رحم أمه إلى ما هيئ له قبل ميلاده لباسا وطعاما وسكنا وهواء وتسخيرا لكل هذه الطرق في الأرض وهذه النوامي السكونية العجيبة جدا فهذا لا شك أنه إبداع أما العناية فهي العناية بالمخلوق بعد خلقه له أن الخالق خلق المخلوق وتودع منه فأهمله وتركه لاختلى بعد الله هو دائما إلى ضياء لأن حدوثه يقتضي تغيره وهذا التغير ليس إيجابيا فيحتاج إلى صيانة إذا بنيت دارا ولم تعتني بصيانتها ولا رعايتها تركتها أهملتها سنوات ثم رجعت إليها هل ستهدها كما تركتها أبدا نعم هكذا إذن خلاصة برهان العناية والاختراع هو أن ما في هذا الكون من إتقان أولا ودقة ثم من موافقة لمصلحة الإنسان ثم من استمرار على ما هو عليه مما يدل على العناية والرعاية وكذا هذا كله لا يكون إلا في وجود مسبب أو موجود أو خالق نعم لا يمكن يتصور هذا موجز هذا البرهان العقلي نعم لا يمكن يتصور إليه بالرشد له عبارة يقول فيه أن الإنسان إذا نظر إلى شيء محسوس فرآه قد وضع بشكل ما وقدر ما ووضع ما موافق في جميع ذلك للمنفعة الموجودة في ذلك الشيء المحسوس والغاية المطلوبة حتى يعترف أنه لو وجد بغير ذلك الشكل أو بغير ذلك الوضع لم توجد فيه تلك المنفعة علم على القطع أن لذلك الشيء صانعا صنعه ولذلك وافق شكله ووضعه وقدره تلك المنفعة وأنه لا يمكن أن تكون موافقة اجتماع تلك الأشياء لوجود المنفعة بالاتفاق صحيح هذا الآن مثال هو الطبخ مثلا لو أردت طبخا الأرز مثلا كم يحتاج إليه كيلو من الأرز من الماء كم يحتاج إليه من الملح كم يحتاج إليه من الملح نعم كم يحتاج إليه من الملح هذه نسب لا أود منها نعم فبقدر دقة النسب تكون جودة الصناعة ووجود خلل إذا نقص الملح سيشعر به هذا الملح دوالا لا يشعر به نعم سيقول هذا طعام تافه ليس فيه ملح لم يحسن صعب تفاهي طعم لا طعم وإذا زادت دسم فيه زادت الزيوت سيشكوه وإذا نقص عدم فيه اشتكى جفافه اشتكى جفافه فإذا هو بقدر النسب الدقيقة وحتى التصنيع في كل شيء تصنيع الحبوب العلاجات فيرى النسب الدقيقة جدا بمكاييل معينة فإنها موجبة لوجود صانع المتقنين يعرف ما يصنع ويعرف نسبه وهو قادر على التوازن في هذا الصناعة شيخنا بعض هؤلاء يقول أن ما نراه في العالم من خلل الأمراض نوع من الخلل في الانتظام الكوارث نوع من الخلل في الانتظام الزلازل والعاصير نوع من الخلل أنتم بتتحدثون عن انتظام وعن دقة وكذا 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 ونحن نرى صور واضحة من الخلل فلو كان هذا الخالق عياذا بالله مما يقولون موجودا وحكيما وكذا لما وجد هذا الخلل في الكون هذا هو الرد عليهم بأنفسهم يقال لماذا كان الزلزال في هذا المكان أو كان البركان في هذا المكان أو كانت الكوارث في هذا المكان لأنه لا يوجد نظام في الكون لا لأن له نظاما محددا هو الذي حددها بهذا المكان لأن له مريدا هو الذي أراد أن يقع الحادث في هذا المكان لو لأن هناك نظاما لما أدركنا أن هذا مخالف للنظام نعم وأيضا أنه هو أراده هو أراد حصول هذا الزلزال أو أراد حصول هذه الكارثة في هذا المكان لو كان هو غير موجود لكانت الطبيعة مساوية لكل أمكن ما في داعي لأن يكون هذا المكان لا سبق واحد ما يختص بهذا المكان وبهذا الوقت طيب لو قلنا أيضا فهو أراد ذلك وإرادته فيها حكم عظيمة جدا للكون هذا الكون لو كان البشر جميعا لم يموت منهم أحد ما لهم موت ضاقت بهم الأرض ولم تتسع لهم معايشهم ولم ما يمكن فلذلك كانت حكمته بالموت الموت لا بد له من أسباب وهي متفاوتة ولا بد أن يدبر فيها هذا التدبير إذن لو وسعنا دائرة النظر لما يرونه خللا لو وجدنا أنه هو النظام بذاتي أنه النظام نعم لو قال قائل أنه إذا كان هناك تسعون بالمئة من أحداث الكون منتظمة وعرفنا انتظامها وحكمتها ثم وجدنا عشرة بالمئة ظلناها خللا لا يقاس الأقل على الأكثر فيقال ما دام هناك حكمة لتسعين في المئة فلابد أن لهذا المختلف هذا المختلف حكمة مقصودة وهي استهناء من ذلك وفيها المصلحة أيضا هذا البرهان هكذا يقول بعضهم يستوجب أن يكون الله تعالى الله بالغ التعقيد لقيامه على كل هذا وإذا كان كذلك فلابد أن يكون قد صممه أيضا من المصمم هذا يؤدي إلى نفس التسلسل معناه أن ذلك المصمم أيضا ما هو بالغ التعقيد وليس معقدا أشد تعقيدا على هذا والذي صمم ذلك المصمم حتى ينتهي إلى فلابد أن يكون العدد وترينا وشفعيا وكلاهما محصور طيب يقولون كيف يمكن أن نعرف أن الكون مصمم بشكل جيد إذا نحن لم نقارنه بكون آخر نرى أنه غير جيد نحن نفترض الآن أنه جيد لا نحن جعل الله الكون متقلبا فأنت الآن يمكن أن يناسبك الليل ويمكن أن يناسبك النهار يمكن أن يناسبك الظلام يمكن أن يناسبك الضوء وابو الطيب المتنبي قد ناسبه الظلام أن المانوية تكذب وغيرك يناسبه غيره يناسبه وسواد الليل يشفع لي نعم وقد زرتهم وسواد الليل يشفع لي نعم أزورهم وسواد الليل يشفع لي نعم أنثني وبياض الصبحي غريبي فهذا الآن الإدراك الإنسان لذلك يدركه أن ما لا يناسبك أنت يناسب غيرك من الخلائق نوع من الفاكهة مثلا أنت أتيت المحل فيه كثير من الفاكه للبيع نعم سترى ناس يريدون هذا النوع بعينه وناس لا يشترون إلا هذا النوع وناس يكرهون طعم هذا ويرضون هذا بل نوع الواحد تجد فيه هذا برتقال فيه حامض فيه متوسط فيه بسر ولكل أهل ولكل أهل ولكل ساقطة اللاقطة هذا يدلك على هذا التدبير العظيم وأنه لو جعله لهم واحدا حصل الخلل قلت أنا هذا النوع ما أبغي ما أورده وتضرر الناس طيب شيخنا إذن خلاصة البرهان أن هذا التنظيم البالغ الدقيق في الكون مؤذن بوجود منظم الله والله سبحانه وتعالى هذه الموافقة لهذا الخلق للإنسان وهو نكتة الكون كما تفضلتم مشعر بوجود الخالق سبحانه وتعالى هذا الاستمرار والانتظام بالكون على حاله المنتظم دون اختلال دليل على رعاية وعناية مؤذنة أيضا بوجود الله سبحانه وتعالى واستمرار وجوده فكيف ما قلبت النظر في هذا الكون واستمرار صفاته كما هو لأنه لو نام أو أخذته سينة لختل الكون كله لا تأخذه سينة ولا نوم إن الله قد يوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام جل جلاله فكل هذه البراهين إذن أو هذا الواقع الموجود يؤذنه ضرورة عقلية بوجود الخالق الحكيم المنظم وإلا لم يصح في العقل شيء من هذا القبيل طيب شيخنا هناك برهان آخر برهان الاستقراء ونفي الصدفة والاحتمال خلاصته كما يقولون وكما فهمت وفضيلتكم تزيدونه بيانا أو تنقضونه إذا رأيتم أنه غير مبين أن هذه الدقة التي رأيناها قبل قليل لو اعتبرناها احتمال من بين احتمالات كثيرة اعتبرنا الأمر صدفة فسنجد أنفسنا أمام احتمال من بين مليارات الاحتمالات وبالتالي من الذي اختار هذا الاحتمال من بين مليارات الاحتمالات إلا أن يكون هناك خالق مقدر نعم هو كذلك لأن التنبؤ دائما أكثر من التحكم أو قل الاحتمالات الممكنة في وجود المخاطر أكثر دائما من الخطر نفسه من الخطر نفسه إذا جاء الاحتمال الفلاني فعلاجه كذا إذا جاء الاحتمال الفلاني علاجه كذا ثم الذي يأتي واحد وكثير من الاحتمالات اللي تفكروا فيها الإنسان الآن سواء كانت خيرا أو شرا يقول أن يصاب بتحطم طائرة أن تغرق به سفينة أن يصاب بالداء الفلاني أن يصاب بالمرض الفلاني أن تحصل الكارثة الفلانية فينجيه الله من هذه ويختار له ما اختار الله بعينها هو الدقة والعكس أيضا إذا كان الإنسان يتوقع أنه سيعذل الآن على كنوز هائلة أو أنه سيكتشف معادا أو أشياء يستغني منها بين عشية وضحاها وأنه سيمد في عمر يجيه ويجده وقد لا يكون شيء من ذلك لا يكون شيء من ذلك فما كل ما يتمنى المرء يدركه فكل هذا يدلنا على أنه هو الذي يختار لنا وأنه هو الذي يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة حتى نبين شيخنا فقط مقدار الدقة في هذا الاختيار والاحتمالات في جامعة أكسفورد سيد الرياضيات روجر بينروز قام بحساب احتمال نشوء الكون بالصدفة العمياء أنه يعني لو كان هناك احتمالات فكم سيكون احتمال نسبة احتمال نشوء الكون على الوجه المنظم الموجود فوجد أنه رقم واحد على عشرة يعني عشر مرفوعا لأس عشرة مرفوعا الجميع لأس مئة وثلاثة وعشرين قال وهو رقم يستحيل تصوره عقلا ولا يمكن كتابته ولو وضعت صفرا على كل ذرة في الكون فلن تكفي ذراته الكون هذه احتمالات المطلقة فأن يكون من بين احتمال واحد بهذه الدقة نعم هو مستحيل المستحيل لا يتصور طيب شيخنا ولا يحتاج إلى هذا الاحصاء أصلا هو مستحيل العقل من أول تفكير يرفضه يرفضه طيب شيخنا طرحنا ثلاثة واربع براهين كبرى أساسية برهان الفطرة وبرهان السبب وبرهان العناية والاختراع وبرهان الاحتمال والاستقراء هناك مجموعة براهين أخرى سأعرف بعضها عليكم لأجل الوقت وأرى ما مدى قوتها في الاستدلال لأن بعض البرهين قد لا تكون بذلك هناك برهان يسميه الفلاسفة المتأخرون ريهان باسكال خلاصة إذا آمنت بالله وكان الله موجودا فستربح ربحا لا محدودا عندما تدخل جنة إذا آمنت بالله ولم يكن الله موجودا لن تخسر حسارة إذا آمنت بالله ولم يكن موجودا نعم لم تخسر خسارة كبيرة وإذا لم تؤمن بالله وكان موجودا خسر خسارة لا محدودا وإذا لم تؤمن بالله ولم يكن موجودا ما لم تربح ولم تخسر فإذن يعني كذا فقط بهذا الجانب الخيار الأولى هو أن تؤمن بالله لأنه حتى لو لم يكن موجودة خسارتك محدودة هل هذا برهان جيد؟ هو فقط البرهان عاطفي لأنه كثير من الناس يحسبون الأمور كلها بالربح والخسارة فمن كانت روحه هو روح تجارية ويقدر الأمور بالبزنس هو الذي يقاطب بهذا الخطأ فيقال له أنت الآن مفاجأتك عندما تبعث وأنت ملحد فترى الحشر وبعد الموت ترى سؤال الملكين ترى عرض العمل ترى المقعدة من الجنة والنار ثم بعد ذلك ترى البعث وترى الساهرة وترى الشمس تدنفق الرؤوس وترى العرضة على الله ويحمل عرش ربك فوقه من وإذن ثمانية وترى الجنة والنار هل سيكون هذا مفاجأة هائلة بالنسبة لك فحينئذ خسرت خسارة هائلة جدا لا محدود لك وتيحت لك البرصة للنجاة من العقاب وعرضت نفسك لهذا العقاب وهي المقابل لو أنا أؤمن بكل هذه الأمور ولن تفاجئني لأنني أؤمن بها وأعلم أنها حق والربح إذا عملت للنجاة من النار ربح حائل ما لا عين الرأت ولا أذن السمعت ولا خطر على قلب بشر المشكلة في هذا البران شيخا أنهم يقولون أنه ينفع للمؤمن أصلا لا ينفع فقط للتاجر يعني التاجر فقط أنه هو المؤمن وغير المؤمن لأنه احتمالات أربعة ايه نعم صحيح احتمالات أربعة كلها تتيبها طب يقولون مثلا حتى لو سلمنا بالإيمان وأنه يؤدي طيب الإيمان له عشرات الصور اليوم في الدنيا ما بين الأديان المختلفة والآلهة المختلفة فهل يصدق هذا الرهان حتى على صنم لو آمنت به واعتبرته إلها لا هي قضية قضية الإيمان إذا أوصلك إلى الإيمان بخالق لا بد أن تدرك أولا أن هذا الخالق لا بد لهم صفات معينة ولا يمكن أن يتصف بها دنان في الكون لا بد أن يتصف بها واحد حينئذ ستؤمن بالله ثم بعد ذلك تنظر إلى شرائعه وتنظر إلى ترتباته وأنك عبد له وأنه أرسله إليك رسلا وأنه ختمهم برسالة معينة نسخت ما قبلها وأن هذه الرسالة أجبت عليك كذا وحرمت عليك كذا وأمرتك بكذا ونهتك عن كذا فأنت مكلف نعم الذي يفهمنا من هذا البرهان أنه برهان لأصل الإيمان يعني الاعتراض عليه بمسألة عدد الآله وأنواعها ليس في محله نحن نتكلم أنه هل الإيمان بالله مقتضى عقلي أو لا بعد ذلك ما هي الشريعة أو ما هي العبادات هذا سؤال ثاني فعلى هذا السؤال الأول يبدو البرهان لا بأس به هو برهان للتجار للتجاري فقط طيب شيخنا البرهان الأخلاقي لكانت الفيلسوف المعروف الذي يرى هو يرى أن العقل يصعب القطع من خلاله بوجود الله لكن عنده برهان يرىها أقوى وهو هذه الأخلاق المغروزة في فطر الناس معيفة الخير والشر هذا الضمير كما سمى أو العقل العملي يقول هذا وحده برهان كافي على وجود الله هذا بالنسبة للبرهان كامت هو نفس الفطرة هو الفطرة ما في فرق أنك أنت الآن لا تنكر أن في شيء جميل وشيء قبيح أي ملحد يعرف أن في شيء جميل وشيء قبيح إذا لم يسفسط لا يعرف أن في شيء جميل وشيء قبيح لا يستطيع أن ينكر من أين له فهذا الجميل والقبيح بماذا عرفهما عرفهما بهذا التصور الفطرة تقتضي وجود خالق طيب شيخان هناك برهان يسمونه البرهان الوجودي أو الأنطولوجي نسبة إلى أسلم الأنطولوجي خلاصته أن هذا الإنسان كائن ناقص كما هو معروف شأنه وهو يجد في أفكاره وفي ذهنه فكرة الكامل اللامتناهي فمن أين جاءته هذه الفكرة لا يمكن أن يكون هو سببها لأنه ناقص متناهي والناقص المتناهي لا يوجد فكرة الكامل اللامتناهي فلا بد من وجود خالجي أوجد فيه هذه الفكرة وهذا الوجود الخالجي هو الكامل اللامتناهي وهو الله سبحانه وتعالى نعم هذا نفس الشيء الفطرة أيضا الإنسان مفطور على أنه ناقص وأنه يريد الكمال ويسعى إليه وفي ذهنه كمال معين وهذا الكمال هو لم يره كمال المطلق الذي فيه قدم وفيه بقاء وفيه غناء فمن أين جاء في ذهنه؟ لم يره قط ولكنه متصور لديه فمن أين جاءه؟ ما جاء به فمجرد تصوره برهان على هذه الفطرة على موجد أو جدا هو نفس الفطرة فهو راجع إلى برهان الفطرة طيب شيخنا البعض الميطرح ضمن الأدلة العقلية برهان إجابة الدعاء هل هو برهان عقلي على وجود الله عز وجل؟ نعم بالنسبة لخرق العادات برهان العقلي منه هو خرق العادات هذه في المعجزات؟ لا حتى في العادات العادية لأن العادات خوارقها سبعة أربع للخير وثلاث للشر فكلها خارق العادة وكلها برهان على وجود الله؟ نعم من أي جهتين؟ لأن النبي إذا دعا النبوة وصدقه الله بمعجزة فرعاها الناس قال دليل صدقي أن هذه العصاء ستكون حية تسعى وستأكل كل أسحار السحرة أو أن هذه الصخرة ستتمخض وتتلد ناقة صفتها كذا وكذا فصدقه الله وكان هذا هذا قطعا خارق العادة و لا يمكن أن يقع إلا بفاعل هو الذي أرسل هذا الرسول كذلك في مقابل هذا الكرامة التي يكرم الله بها أولياءه بغير تحدي فتكون خارقا للعادة أكرمه الله بقواه قوة هائلة على الطاعة أكرمه بأن تغلب على هواه فلم يعصي الله أكرمه حتى بخوارق دنيوية علمه أشياء ما ليست في زمانه ولا يعرفها أهل زمانه أكرمه بساعات العقل أكرمه بخوارق العادات هذا كله كسر العادة هذا كسر العادة هذه كرامات القسم الرابع الإرهاصات ما كان قبل ميلاد الأنبياء حيث خلقه الله من غير أبي وجعله يتكلمه المهد هذا إرهاص الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم الله وحليمة بما رأت وشق الصدر وما رأت من الكرامات هذه إرهاصات نبوة ستأتي فيما بعد رد الفيل عن مكة من إرهاصات هذه النبوة ليس معجزة ولكنه إرهاص لأنه قبل النبوة الرابع هو العون الذي يعين الله به عبادة هو منه استجابة الدعاء المريض الذي يقرر للأطباء أنه لم يوقع من عمره إلا ساعات أو أنه ميت والدماغ نهايا فيدعو له إنسان فيستجيب الله وكم تحصل من مرة فيقوم أو يتحرك فهنا يتفاجأ الأطباء ويقولون هذا خارق العادة مستحيل الموت الدماغ مقطوع به وإنما يتنفس من خلال الأشياء فقط فكيف يحيا؟ من هذه الجهة يكون البرهان على وجوده يكون البرهان أن الله هو الذي أحياه هو الذي يحياه وهكذا استجابة الدعاء في كل شيء بالأمر الخارق العادة وحتى في خير الخارق العادة شيخا حتى مثلا في الأمور العادية لما يدعو الإنسان بشيء معين من بين آلاف الاحتمالات فيتحقق عين ما دعا به نعم ما يكون برهان على وجود الله برهان الله إذا كان أمر طبيعي عادي عندهم متكرر الذي يدعو أن يطلع الله الفجرة في وقت طلوعه بعضهم يشكل على هذا أو أن يطلع الشمس في وقت طلوعها مثلا هذا ليس خارقا للعادة يعني بعضهم يقول شيخا يستحيل يقالوا سواء دعوت أو ما دعوت هذا كان لكن بالنسبة للخارق العادة هو الذي يكون برهانا لأنه ما يتوقع أبدا فقط الخارق العادة هذا جيد لأن بعضهم يقول يستحيل إثبات إجابة الله لا يدعاء لأن أحدنا يمرض ويدعو فيشفى بقد يكون الشفاء هو الدورة الطبيعية لا لكن إذا كان هذا خارقا للعادة فيعلق بالخارق العادة ليكون أدل في البرهان بعضهم يقول أنه قد يحصل الشفاء بدعاء غير الله كما يحصل في بعض يدعو يدعو كذا صنمه أو إلهه وإن شاء الله أن يحصل طيب هذا فتنة والفتنة لا أود لها محدث فمن أحدثها لكن القضية في اعتبارا أن الدعاء برهان والمهم نحن نريد أن يقره هو أن فيه محدث وبعد ذلك وبعد ذلك نصل إلى ذلك المحدث أنه أيضا إما حادث وإما قديم طيب أستاذرك نقف عند هذا الحد لنتهي الحلقة ونواصلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة إلى أخرى أخواتنا نبقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمتال الجهلي كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري معالم ترسم الدربة وتثر العقل والقلبة يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرى معالم ترسم الدربة وتثر العقل والقلبة يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر